قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة سفير خالد اليمني أن عدم طرح الموضوع اليمن في أجنتة جلسات مجلس الأمن هدفه منح المبعوث الأممي لليمن اسماعي والد الشيخ فرصة لتحرك وبحث الملف مع كافة الأطراف وأضف اليمن أن الهدف من جهود والد الشيخ هو تفعيل عمل لجنة التهدئة والمتابعة وتدريب وتفعيل فرقها المحلية وانتظام عملها في ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية أكد اليمني أن مجلس الأمن لم يتجاهل الملف اليمني بل هو في انتظار إشارة من بعض الدول العضاء أو من المبعوث الأممي حول حصول أي مستجدات